ودلوقتي جي معدنا مع فاكرت سكوب الايام اللي فاتت السوشيال ميديا في العالم كله تقريبا مش في مصر بصر كانت مقلوبة بسبب وقع حصلت في امريكا ولكنها ممكن تحصل لأي شخص في الدنيا عادي جدا الوقع دي خاصة بسيدة امريكية عندها 35 سنة وماتت نتيجة حالة مرضية اسمها تسمم الماء طبعا للوهلة الاولى كده ممكن تتخيل ان ده بسبب ان الماء كانت مسممة او مش نضيفة لكن الحقيقة ان الموضوع مش كده خالص وان تسمم الماء ده حصل لست نتيجة انها كانت بتشرب 2 لتر ماء كل 20 دقيقة تقريبا وده العمل الست دي خلل في وظيف الجسم وماتت والحقيقة ان الموضوع عمل حالة من الروع بالناس كتير خصوصا ان في فصل السيف والجو حار وكلنا تقريبا منشرب ماء كتير وفيه ناس ممكن بتشرب كمية كبيرة من غير ما تحس ده غير طبعا رجيم الماء اللي فيه كتير من الناس بتعمله ولان الموضوع غريب جدا هيكون معنا دلوقتي على زوم الدكتور هاني جبران استشاري التغذية العلاجية اهلا بحضرتك يا فاند اهلا بحضرتك يا فاند اهلا بحضرتك في البداية كنا عايزين حضرتك توضح للناس يعني ايه هو تسمم الماء كويس ده هو الترند دلوقتي تسمم الماء والناس خايفة تشرب ماء وكلنا كله هي اللي حصل للسيدة في أمريكا ان هي شربت ماء كتير في وقت قليل في كمية كبيرة اكتر من ثلاثة لتر او اكتر من ثلاثة لتر في الساعة وده خطر هو اصول واحد يشرب ثلاثة لاربعة لتر في اليوم كله في الاربعة وشرين ساعة مش في ساعة واحدة وده اللي حصل الله خلل في الكمية اللي موجودة في الكتر هو ده اللي سبب لها الوفاة طب ايه هي اعراضه يعني ازاي الواحد بيعرف انه لقدر الله عنده تسمم من الماء طب ايه هو تعالى نتكلم بقى كلام مهم جدا اللي حصل ايه ان هي مالي حقاش بدري يعني سابوها وهي بكت ده ممرض بكت اي واحد يقدر يتعالج منه لانه مفيش فطر منه هو المشكلة ان هي شربت ماء كتير كدمية السوديم اللي موجودة في الكثب قلت قوي فحصل له تورم في الدماغ يعني ابتدى ياخد مية اكتر فحصل لها زي صداع حصل لها زخلالة ايه ابتدى يحصل فيه وقت واحد ده هو ده اللي حصل لها لكن لو كانت لحقة بدري في المستشفى في امريكا ايوه 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 غيلته هناك انه ما موانتهاش بدري هل تسمم الماء ده ممكن يصيب اي انسان عادي ولا ممكن تكون الستة اللي ماتت في امريكا عندها مشاكل صحية تانية كويس السؤال ده حلو قوي هل اللي بيحصل لده هو ممكن يصيب اي حد لو خد كمية الماء كتير وده ممكن يحصل لبعض الحالات النفسية كبان يعني في بعض الناس عليها حالات نفسية تشرف مية بكميات كبيرة حتى لو هي مش محتاجة ومش عقشانة تشرف كتير قوي هو ده اللي سبب لها المشاكل الصحية اللي موجودة عندها طيب ايه اي حد يقدر نشرف مية بكميات اه نشرف مية لما نحتش طيب لو مش عطشانين برضو نشرف بس مش كتير في خلال اربعة لتر فيه اليوم بكتير عاوية طيب في حالة ان حد يحصل له تسمم من الماء المفروض الشخص ده يعمل ايه ويتصرف ازاي كويس اول الحاجة هو هيبتدي يحس ان هو بالاعياء اللي يحس بيه ان هو عنده ميل القيء بيبقى فيه دوخة في ان هو ده شنجات ودع في البطل جامد كل الكلام ده ممكن اول ما يتقس به يريد نروح المستشفى الاول علشان هنعالج ان احناخد بعض المحليل اللي تقدر تعالج السوديا مليفتيالة ومضررات البول عشان ينزل البول ينزل المياه الكتير ده وما يحصل ليش اي مشاجه لكن انا محتاج الراحة اروح المستشفى الاول عشان نقدر تعالج العلاج الصحيح طيب حضرتك قلت ان احنا المفروض بنشرب تلاتة اربعة لتر بكتير في الحر نفس الحاجة؟ ايوه هو في الكس وكله مش هاخد تلاتة اربعة لتر في ايوه حر برد هو هو اه الكلة ما تقدرش تستوعب ان هي تنزل غير اثنين لتر في الساعة اكتر بين كده هيبقى خطر وهيبقى جوا الكس وهتبقى خطر جدا علي انا محتاج ان انا ابتدي اشرب مياه كوبايتين مياه قبل كل اكلة في حدود 12 كوبايت مياه يعني ثلاثة لتر وده يكون برضه لو كانت ايه تابعة نظام الغذائي لاناس كتير قوي يقولك النظام الغذائي اشرب مياه اه اشرب مياه لكن من اوزرش في المياه ومنزويتش فيها عشان ما نتعبش خطر طيب بالنسبة الاطفال نفس الحاجة يا دكتور اه كويس جدا الاطفال برضه نفس الحكاية لازم يشرب مياه ما يشربوش لا وما يتعوضش عنها بالنياة الغذية او بالعصير لا لازم نشرب مياه بس نشرب مياه كتير برضه غلط الطفل لما يحتاج يشرب نشربه مياه ثاني حاجة على حسب وزنه والطبيب المعالج اللي هو متابع معاه الاطفال يقدر يحدد كلهم على حسب السن ايه هي المياه اللي محتاجها فقاله نشرب مياه مهمة جدا طب لو مشربناش مياه خالص طب ما ايه اللي هيحفل احسن حينا يبقى كده احسن خلط احنا لو مشربناش مياه هيبقى خطر جدا لان بالطريقة دي كمية الاملاح اللي هو اللي يريد كمية الاملاح في الدم هتزيد يحصل حصاوي في الكلة والحصاوي دي ممكن تسبب لنا مشاكل في الكلة ومشاكل في مغر البول احنا مش محتاجينها ابدا فنشرب مياه مش كتير من افورش على حسب الاحتياجات الجسم بكي تصير قوي من ثلاثة لاربعة لتر في اليوم كله دكتور حقيقي ان المياه بتزبط ضغط البني ادم؟ لا هي المياه حلوة بس مش تعمل كل حاجة مش هفقد انتريب يعني هو المياه المياه لكن مش هيعمل ابدا ان احنا هتزبط للضغط انا لو عندي مشكلة في الضغط يبقى لازم اخد علاج للضغط لا انا طبعا فهم انا لازم علاج بس ساعات ناس كتير قوي بتقول لو ضغطك مثلا واطي المياه مع طبعا الدواء بس انت على فكرة مش شرب مياه كتير حاول تشرب مياه عشان انت بتشربش مياه خالص فممكن تزبط الضغط شوية ده حقيقي وانا غلط برضو لا الكلام دوت مش صحيح قوي لسبب واحد ان المياه مش هتزود لي الضغط ولا هتقلل الضغط المياه الكنية المياه بكنية كبيرة زي ما قولنا ممكن تدينا السوديا من الكتير والسوديا من الكتير دوت هو ده مشكلة كمان لكن انا مش عايز كده فانا لو كان ضغطي واطي بتبقى لها اسباب تانية ممكن تكون السكريات قليلة ممكن تكون حالة نفسية هي ده اللي مسببها للضغط الواطي فانا محتاج اشوف ايه السبب للضغط الواطي ليه بدوخ على طول ممكن تكون انيميا لكن مش من قلة شرب المياه مثلا هي ده اللي هتسبب للضغط الواطي لا بس طبعا لازم يكون الكسم فيه كمية احتياجات المياه بنشرب يقول لك لو ضغط واطي يشرب عصير اه يشرب عصير عشان السكر اللي فيه ممكن يكون عنده هبوط في السكر في السكر طيب بالنسبة لرجيم المياه اللي فيه ناس كتير بقت تعمله وبتقول ان هو بيجيب نتيجة كويسة معها ايه رأي حضرتك فيه وهل هو صحي ولا او حاجة ممكن يحصل وحكاية بقى ليجي يقول لك مياه واخدلي الديتوكس بقى عشان ده كلام الكبير اوي اللي بنسمعه الديتوكس ده كميل اوي لازم تاخد ديتوكس لا بصي بقى هو اللي بيحصل ايه؟ المياه ما فيهاش اي صورات حارية فهو بيشرب مياه بس وبيشرب على حسب احتياجاته ما بيشربش اوفر ما عندي مش مشاكل نفسية ان هو يشرب كميات كبيرة اوي فهو المياه اللي بياخدها ما بيدخلش صورات حارية طب بيقل في الوزن اه بس بيقل ايه بقى بيقل الكتلة العضلية مش الدهون ودي الخطر انا مهمش اقل في وزني انا مش داخل مستبأة وزني كام انا عايز اقلت الكتلة الدهنية وازود الكتلة العضلية مش العكو طب يا دكتور المياه ما بتساعدش خالص ان احنا ان هي تنزل الكتلة الدهنية لو احنا شربنا المعدل المظبوط اللي حضرتك قلت عليه المياه كويسة جدا المياه حلوة قوي اللي احنا ناخدها وبتساعد على الحرق اه وبتخش في الميتابوليزم بتاع الحرق لكن مش هي لوحدها طبعا هاخدها في الجسم كله يبقى انا كده هاقل في الوزن هاقل وزن فقط مش هاقل الدهون انا محتاج اقل الدهون وزيد عضل طب ازيد عضل ازاي ان انا قلع برياضة وده الاهم من اي حاجة ده ونأكل الصحي ونشرب مايا المعقولة ده مهم جدا ونبتدي ونسمع ترند لان ده كعلك تميد كده مرسي مرسي يا دكتور جدا الدكتور هاني جبران استشاري التغزية العلاجية بنشكر حضرتك جدا على المداخلة اهلت وسعب وبكده نكون خلصنا فاكرت سكوب موسيقى موسيقى